الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرمين وبعد أيها الأحباب الكرام أحييكم جميعاً بتحية الإسلام تحية أهل الجنة وتحية أهل الجنة السلام فالسلام عليكم جميعاً ورحمة من الله تعالى وبركاته ونحن نسعى إلى إصلاح النفوس وإصلاح المجتمعات البلسم والدواء الشافي لا يوجد إلا في كتاب الله عز وجل ونتابع وإياكم النظر والتأمل والتفسير في السور القرآنية العظيمة الخطاب الإلهي من السماء للبشر فوق الأرض ماذا يريد مننا الحق عز وجل سنواصل بإذن الله تعالى تفسير القرآن العظيم وكنا قد توقفنا عند سورة الشعراء والآن نواصل في الآية التسعة وستين التي يتحدث فيها ربنا عز وجل عن سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام يقول ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات البينات بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم لقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورطة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الظالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله مولانا العظيم هذه الآيات البينات من سورة الشعراء يتحدث فيها ربنا عز وجل عن نبي من الأنبياء الذي هو سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام طبعا سبق أن تحدثنا لماذا سميت هذه السورة بسورة الشعراء لأنه اجتمع عدد من الشعراء في بزوغ الدعوة الإسلامية ولما سمعوا بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن العظيم ويتميز بالفصاحة والبلاغة وحسن البيان أخذهم العجب وقالوا هل هذا نثر أم هذا شعر أم هذا كلام آخر طبعا هو وحي من السماء وهذا كلام كان ذكره عميد الأدب العربي طا حسين لما سئل عن القرآن العظيم هل هو نثر أم شعر حسب الموازين والقواعد المتعرفة علي في عالم الأدب قال ما هو بالنتر ولا هو بالشعر وإنما هو وحي من عند الله هذا آخر كلام نطق به طا حسين عميد الأدب العربي صاحب الكتب المروعة في الأدب الجاهلي وما غيرها ففي مهد بزوغ الدعوة الإسلامية سيدنا النبي محمد كان أمي لا يقرأ لا يكتب ولم ينتظم في التدريس أبدا كان مجرد راعي الغنم إنسان بسيط للغاية لكنه لما أكرمه الله تعالى بنور الوحي وصار ينطق بالقرآن تعجبوا فاجتمع نفر من قريش وجاءوا ببعض كبار الشعراء وحاولوا أن ينتقدوا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان حوار بينه وبينهم ومن تم نزلت هذه السورة وفي خاتمتها في الخاتمة ماذا قال الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا هنا يتحدث عن هؤلاء الشعراء ويضع قواعد للأدب وللشعر ويبين بأن الشعر ليس منهيا عنه لكن بحسب المضمون والمقصد الذي يوظف لأجله فرسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمه الله تعالى بهذه الصورة صورة الشعراء أولا من أجل تسليته بعد الإعراض الشديد الذي كان يلاقيه من قومه ومن أكابر قريش وأيضا جاءت هذه الصورة لتغرس العقيدة الإسلامية الصحيحة في القلوب وفي النفوس جاءت تأكيد على التوحيد فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وتتحدث عن الاستعداد للدار الآخرة والخوف من البعث والنشور لما نكون بين يدي الله حفاتا عراتا ليس عندنا السلطان ولا مال ولا جا إلا العمل الصالح بل حتى العمل الصالح الذي ينفع هو القلب القلب السليم كما قال سيد إبراهيم وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ جاءت هذه الصورة وربنا عز وجل كان يواسي نبيه ومصطفاه قص عليه سبعة أنبياء سبعة أنبياء كل نبي له تجربة في التبليغ والتوجيه مع قومه وكل قوم لهم خصوصية هناك من عنده الاستبداد السياسي كما وقع لموسى مع فرعون الذي كان يدعي الألوهية ويقول بأنه السليل الأرباب وهناك من قومه عندهم مشكل أخلاقي في فساد أخلاقي في تعاطل الجنس المحرم بين الجنسين المتمثلين كما هو في عهد قوم لوط وقصص متعددة جاءت مذكورة كلها في سورة الشعراء ونحن سوف نأخذ بالقصة بالقصة اليوم القصة التي سوف نتحدث عنها عن نبي كريم نبي عظيم إنه سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي يلقب بخليل الله الخليل نتحدث عن قصته كيف كان مع قومه ماذا وجدهم يعبدون ما هي السبل التي سلكها معهم من أجل الإقناع ومن أجل الإرشاد كيف كان يعرفهم بحقيقة الألوهية سوف يعطيهم تفسير وتوضيح كامل عن الله تعالى الهوية من هو الله صفات الله تعالى في كلام مجز لكنه عميق ثم نختم بالنقلة من عالم الشهادة إلى عالم الغيب كل هذه الأمور سوف نتعرف عليها بإذن الله تعالى بعد أن نرفع الآن آدان صلاة العشاء حسب توقيت الضار البيضاء والنواحي نرفع الآدان ونقوم للصلاة ثم نعود لنواصل تقبل الله من الجميع وعلى آله وصحبه وسلم ونعود أيها الأحباب الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك ونتأمل ونتدبر في هذه الآيات البينات من قول الله عز وجل عن إبراهيم الخليل قال واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين ربنا عز وجل يخاطب نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في خضم المعركة الفكرية والجدالية مع مشرك قريش ومن حولهم قال له واتلوا عليهم نبأ إبراهيم سيدنا النبي لم يكن معاصرا لإبراهيم الخليل بينه وبين إبراهيم الخليل آلاف السنين ولا علم له قطعا بهذا النبي ولا بقومه ولا بالأحداث التي وقعت وإذا أردت أن تعرف هذا الأمر عليك أن تقوم بدراسات معمقة وأبحاث تاريخية وأركيولوجية ودراسة في الأديان والكتب السماوية وأخبار الأوائل المتقدمين ثم تنال بعض المعارف لكن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يأتيه الوحي من السماء ويأتيه بالحقائق النهائية الحقائق اليقينية فقال له يا محمد واتل عليهم نبى إبراهيم سيدنا إبراهيم هو إمام الحنفاء يسمى دينه الحنيفية السمحاء فهو إمام الحنفاء وقد آته الله رشده من قبل أي منذ أن كان صغير إلى أن قبضه سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم منذ طفولته وهو في الرشاد وهو في الاستقامة ربنا تولاه وربنا صنعه وربنا صخره لهداية الخلق وكأن ربنا عز وجل يقول يا محمد أتل عليهم قدوة من التاريخ هؤلاء الناس يحتاجون إلى القدوة فمن هم القدوة للبشر أولا هم الأنبياء والمرسلين هم خير خلق الله أعظم قدوة ممكن أن نقتدي بها هم الأنبياء والمرسلين وإبراهيم هو خليل الله وسمي الخليل متى سمي الخليل لما أمره الله عز وجل بدبح ابنه وفلدت كبده وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فلما امتتل إبراهيم الخليل لأمر الله عز وجل ودبح في السكين ابنه رغم العواطف الجياشة وقدم آسرة العقيدة على آسرة القرابة ربنا عز وجل أوحى إليه أن صدقت الرؤية يا إبراهيم وسماه الخليل ربنا أكرمه أعطاه رتبة الخلة هو خليل الله الخليل هو الصاحب القوي وأكرمه الله تعالى بأن جعل الإبن الذي سوف يدبح جعله أيضا نبي إسماعيل عليه السلام صار نبي بل زاد الله تعالى وأخرج من نسل إسماعيل أنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل هذه قاعدة مضطردة أن الله سبحانه وتعالى إذا فعل أي شيء قد يبدو لك فيه عنف أو يبدو لك فيه ظلم أو يبدو فيه شدة كل هذا مجرد الظاهر لكن ما وراء الظاهر هناك الباطن باطنه فيه الرحمة الله تعالى إنما يختبر العباد فمن نجح في الاختبار أغضق عليه من نعمه حتى يندهش ومن رسب في الاختبار فليستغفر ربه واليتوب والينيب سيدنا إبراهيم نجح في الاختبار لهذا ربنا عز وجل جعله قدوة في كتابه وقال واتلو عليه نبأ إبراهيم لأنه نموذج في الإخلاص والتوكل وفي الامتتال لأوامر الله وكان يعبد الله تعالى وحده لا شريك له وكان يتبرأ من الشرك وأهله منذ طفولته إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون سيدنا إبراهيم أبوه كان لا يعبد الأصنام فقط بل كان هو الذي ينحت الأصنام والده كان ينحت الأصنام ويبيعها في الأسواق وكان يربح منها مالا وفيرا كانت تجارة رابحة ورائجة والقوم كلهم يعبدون هذه الأصنام فسيدنا إبراهيم دخل عليهم وسألهم انظروا إلى أسلوب الحوار وأسلوب التعرف على الوضع العام إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنضل لها عاكفين يعبدون حجر ويبقون الوقت كله وهم عاكفين على العبادة والعبادة من دون الله تتغير عبر الزمن إذا كان الأقدمون يعبدون الأصنام فللأسف قد يكون أناس معاصرون يعبدون أشياء غير الله تعالى هناك من يعبد أفكارا إيديولوجية وهناك من يعبد المال والتروة والكسب السريع وهناك من يعبد الكرسي كرسي الحكم ويتمنى أن يكون مستبدا طاغية وهناك من يحب الشهوات يعبد النساء والجمال والصهر والليالي الملاح أشكال وألوان من العبادة يعني ما تضل عليه عاكفا اسأل نفسك ما هو الشيء الذي يأخذ أكبر حيز من وقتك في اليوم تهتم به وتقدمه على غيره هذا نوع من العبادة المفروض أن الذي يعبد ربه هو يقضي وقته مع الله الصلوات الخمس وتلاوة القرآن والأوراد اليومية في الصباح والمساء وعقب كل صلاة ثم مجالس العلم ومجالس التفقه في الدين ومجالس صالحين وهكذا يكون عندك وقت عامر بذكر الله قوم إبراهيم كانوا مخلصين في عبادة الأصنام يظلون لها عاكفين يعكفون على عبادتها سيدنا إبراهيم أشفق عليهم قال كيف تعبدون هذه الأصنام وهي مجرد حجارة قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون إبراهيم الخليل عليه السلام أراد أن ينبه على فساد مذهبهم هذا مذهب فكري وإديولوجي فأراد أن يخلخل المفاهيم طرح السؤال هل يسمعون دعاءكم إذ تدعونهم هل عندهم أدان هل عندهم عقل هل عندهم إدراك ثم لو احتجتم إلى شيء معين هل ينفعونكم إذا تقدمتم لهم بطلب النفع هل يحققون رجاءكم وهل يضرونكم يصيبونكم بضراء إن تركتم عبادتهم فكان الجواب الغريب بأنهم لم يطرحوا هذه التساؤلات هذا التساؤل الفلسفي هناك من يجعل معارضة بين الدين والفلسفة أبدا الدين والفلسفة يسيران خطين متوازيين نحو الحقيقة الدين بالوحي يعطيك الله تعالى الحقائق النهائية بلا تعب بلا تحليل يعطيك المعطيات النهائية الحقيقية اليقينية بكل بساطة أما الفلسفة فهو بحث وتعمق وإذا أخذت القليل من الفلسفة سوف تسقط مباشرة في الإلحاد وإذا أخذت عمقا ونفسا طويلا في الفلسفة سوف تصل إلى معطية الدين كم من فيلسوف سنين ذهبت من عمره وهو يبحث ليخلص في النهاية يخلص إلى أن معطية الدين هي الحقيقية فسيدنا إبراهيم يعلمنا أن نخلخل المفاهيم فماذا قال هل يسمعون دعاءكم إذا دعوتموهم هل ينفعونكم إذا طلبتم منهم النفع هل يضروكم إذا تركتم عبادتهم فكان الجواب بليدا ماذا كان الجواب قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون إنه التقليد الأعمى التقليد معركة التقاليد في كل زمن قديما وحديثا ومعصرا لا تزال هذه المعركة معركة التقاليد الكثير منا يقوم بأفعال ويسلك مسالك ليس بالإقناع العقلي ولا بالطمأنين النفسية وإنما مجرد تقاليد وجدنا أناس يقولون كذا ويفعلون كذا موضة نحن نتبع هذه الموضة آخر صيحة قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فقلدناهم فيما كانوا يفعلون فهم يعلمون أن هذه الأصنام هذه الآلهة لا تسمع لا تضر لا تنفع ولكن مدى بأباءنا كانوا يعكفون عليها فجئنا فعكفنا عليها بدورنا إنه جواب مخجل المشركين هم أيضا في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يخجلوا أن يقولوا نفس الكلام كما وقع في عهد إبراهيم الخليل وقع في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقع في عصرنا وسيبقى في العصور المقبلة أنه سوف تظهر في كل فترة تاريخية مظاهر غريبة بعيدة عن الحق بعيدة عن الدين والناس يتبعونها بالألاف بالملايين وإذا سألتهم سيقولون وجدنا آباءنا كذلك يفعلون الموضة تسير نحن نسير معها هكذا في فترات التحجر العقلي والنفسي وفي فترات الانحراف التي تصيب البشرية الناس يبحثون عن من يوجههم سيدنا إبراهيم ربنا عز وجل جعله قدوة لكي يوجه في الأول سلك معهم أساليب كثيرة للحوار قصها القرآن الكريم في مواضع كثيرة متناثرة في كتاب الله عز وجل سلك معهم الحوار بالحسنى سرك معهم الحوار بالكلام الليّ الكلام الهيّ الكلام الطيب ولكن لاحظ بأن قومه متشبتين بهذه الأفكار فهنا توصل سيدنا إبراهيم الخليل أن قومه يحتاجون إلى هزة قوية تردهم إلى التحرر والانطلاق والتفكير مثل الصعق الكهربائي الذي قد يصيب المريض النفسي فماذا قال؟ قال كلاما شديد قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين هذا كلام شديد كلام قوي كلام يبدو أنه فيه شدة كبيرة فسيدنا إبراهيم عليه السلام أعلن أنه خاصم هؤلاء القوم مادم أنه سنوات وهو يعظهم ويرشدهم بالدليل والبرهان فقال كل ما تعبدن أنتم وأباؤكم الأقدمون كلهم عدو لي أنه أعلن العداوة لهم فالمحبة تكون لله ولأهل الله والعدوة تكون لغير ذلك فإنهم عدو لي إلا رب العالمين هنا سوف يتسألون فقالوا يا إبراهيم وما رب العالمين؟ ما رب العالمين؟ أليست هذه أرباب؟ هذه الأصنام وهذه الأوتان وهذه الآلهة؟ أليست أربابا؟ قال لا هذه مجرد صناعة بشرية صنعتموها ثم وضعتم فيها أفكاركم وعقائدكم وسوقتموها بين الناس فقالوا إذن يا إبراهيم من هو هذا الرب الذي تدعي أنه رب العالمين؟ فسيد إبراهيم سوف يعطيهم بيانا واضحا عن صفة الله رب العالمين كلام بسيط لكنه عميق سوف يبين صفات رب العالمين وصلة إبراهيم بالله صلته به في كل حال وفي كل حين يبين لهم بأن رب العالمين له قرب وثيقة وصلة نبية بينه وبين عباده المؤمنين شعور قوي في كل حركة وفي كل سكون في كل حاجة وكل غاية فماذا قال إبراهيم الخليل؟ انتبهوا أيها الأحباب هذه الصفات التي ذكرها إبراهيم في هذه الآيات القصيرة والمعدودة إنها تبين عمق العقيدة الإسلامية بل العمق العقيدة الدينية عند كل الأديان ليس هناك فرق بين اليهود والنصارى والمسلمين لأن كل الأديان هي من عند الله وتبين حقيقة الإيمان لا نحتاج إلى بحث عميق لا نحتاج إلى أن نتعب أنفسنا ونضيع أوقات طويلة في البحث والدراسة العقيدة واضحة سهلة بينة مختصرة فماذا قال إبراهيم الخليل؟ وهو يصف رب العالمين قال إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميثني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين لا إله إلا الله باختصار شديد علوم العقيدة هي كثيرة جدا من يدرس علم العقيدة سيقرأ فيه كتب ومصنفات وأعلام وتيارات فكرية المعتزلة والأشاعرة والماتوردية وسوف يدرس الفلاسفة الرواقيين والفلاسفة الإشاريين وسوف يقرأ الكثير عن أهل البيان وأهل العرفان وأهل البرهان كلام طويل قد نضيع فيه الجهد العقلية والفكري والوقت التمين وعصرنا هذا عصر السرعة ربنا يعطينا باختصار واختزال حقيقة رب العالمين من هو؟ الذي خلقني فهو يهدين لا إله إلا الله سيدنا إبراهيم يخبر بأن الله هو الذي خلقني كل واحد مننا يسأل نفسه من خلقك؟ هل أمك وأبوك؟ قطعلا لا إسألهما سيقول لك أبوك أمك لك عينيني ولسانا وشفتين وكتكبر كل مرة هو الطفل صغير ها هو يزحف على أربعة ها هو صار يسير على قدمين ها هو صار في سن المرهقة بدأ يشب ويكبر ها هو أصبح رجلا لا أحد يدعي بأنه خلقك لا أمك ولا أباك ولا جدك من خلقك؟ هل الطبيعة؟ الطبيعة هي أصلا مخلوقة الطبيعة هي صماء بكماء وهي أصلا مفعول بها من خلقك؟ من يدعي أنه خلقك؟ طبعا ربنا هو الذي يؤكد ويكرر أنه الخالق الذي خلقني وهذه صفة عظيمة ومباركة أن ربنا عز وجل والخالق فهو يهدين أنه يهدي عبده إلى الخير يهديه إلى السلوك الحسن من علمك اللغة؟ من علمك الكلام؟ تصور بأن الطفل يتكلم اللغة مباشرة بدأ ينطق من غير معلم اللغة الأم يسمى أميا أنه قيل بأن من أحد معانيها أنه لم يفارق ظهر أمه ويتكلم اللغة الأم الطبيعية ليس الكسبية الذي أهدان إلى ذلك هو الله تعالى الذي خلقني فهو يهدين يهديني أي يرشدني إلى مصلح الدنيا والآخرة بعد أن خلقني في أحسن صورة وأكملها ثم قال والذي هو يطعيمني ويسقيم هذا المخلوق محتاج إلى طاقة محتاج إلى طعام وشراب إذا امتنع الإنسان عن الطعام والشراب سوف لن يحصل على طاقة وبالتالي تدريجيا سوف تذهب عنه الحياة لكن الله عز وجل أرادنا أن نحيا فهو يمدنا جميعا بالطعام والشراب كلنا هل حصل لك أنك كنت يوما ما بغير طعام ولا شراب قد تكون يوم يومين لكن ثلاثة أيام لا ربنا كريم يطعمنا ويسقينا لكي نكتسب طاقة لكي نستمر في الحياة ثم بعد ذلك نستمر في العبادة ينعم علينا بالطعام والشراب أصنافا وألوان وإذا مردت فهو يشفين فإذا أصبتم مرض لا أحتاج دائما أن أدب إلى الطبيب أو عند الراقي أو عند أي معالج هذا خطأ لابد أولا أن تستشير الطبيب سيدنا أبو بكر الصديق لما كان مريض قالوا له هل نلتمس لك طبيب قال الطبيب أمرضني وهو يشفين الله تعالى هو الطبيب ولحظوا بأن إبراهيم الخليل أسند المرض إلى نفسه قال وإذا مردت فهو يشفين المرض هو من قدر الله وقضائه ولكن سيدنا إبراهيم أضافه إلى نفسه تأدبا ولم يسنده إلى الله بعض الناس كتلقى إذا مرض يقول لك شوف ربي أجدا لي انظر ماذا فعل ربي إذا أصبته لك ستنك يقول لا حول ماذا فعل لي هذا الرب دائما يتهم الرب سبحانه وتعالى بأنه هو الذي أصبه بالمرض وهو الذي جعله يخسر في التجارة أو إذا لم يتزوج فتاة لم تتزوج قل ماذا فعل بربي أنه لم يعطيني نصيبي يتهمون الله عز وجل بالأمور التي فيها ضرر لاحظوا كيف أن إبراهيم الخليل تأدبا مع الله أستنى المرض إلى نفسه ولم يضفه إلى الله عز وجل وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين أي ربنا عز وجل يميتني في الدنيا بقبض روحي كلنا سوف نموت يوما ما وقائل ودى الكلام إبراهيم الخليل قد مات والذي يميتني ثم يحين سيدنا إبراهيم يلخص بأن بعد الموت هناك الحياة لأن بعض الملاحدة يقولون هناك الموت ثم النهاية الفناء هكذا أصحاب الفكر الفلسفي الإلحادي يقولون هناك الموت ثم النهاية والفناء لكن الفكر الديني كل الفكر الديني الإسلامي واليهودي والنصراني لأنه كله من عند الله الكل يؤمن بالبعث والنشور والذي يميتني ثم يحين فنحن ننتظر حياة أخرى مرة سمعت فيلسوفا كبر سنه وقد طرق باب الثمانين كان يغازل زوجته ويقول لها هل سنلتقي في حياة أخرى أم لا وكأنه يشك نعم سوف نلتقي بإذن الله ونسأل الله تلا أن نلتقي في رحاب أهل الجنة سنلتقي مع العائلة والأحباب والجيران والوالدين والأجداد سوف نحيا لكي نلتقي ونبدأ حياة طيبة بإذن الله والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين تصور أن إبراهيم الخليل عليه السلام ومن هو في مقام التدين والاستقامة يطمع أن يغفر له الله تعالى خطيئته يوم الدين هنا أيها الأحباب الكرام نستشعر كيف أن إبراهيم الخليل يعطي صورة عظيمة عن ربه إنه يتطلع إليه في ثقة ويتوجه إليه في حب ويصفه كأنه يراه هذه العقيدة العقيدة والحياة العقيدة إذا لم تكن تبعت فيك الحياة وتبعت فيك نور الإيمان وتجعلك إيجابيا وقويا وأنك تستطيع أن تغير واقعك إلى الأحسن وتجعلك لا تشكي أنك دوما مريض وسقيم وعندك انهزام نفسي لا أبدا أنت مشكلتك ليست المشكلة في الواقع المرير ولا الضغوطات المستمرة مشكلتك في ضعف عقيدتك الأوائل من الصالحين كانوا في ظروف أشد منا وأنكى منا ومع ذلك لم يأخذ منهم الزمان إلا القليل بل منهم من لم يأخذ منه الزمان شيئا لأن كان عنده قوة عقيدة نحن نحتاج إلى قوة عقيدة أيها الأحباب فسيدنا إبراهيم يستشعر بأن الله معه يحس وقع إنعامه وإفضاله عليه الكثير مننا عنده نعم ينعم بها وفضائل ربانية ولكن لا يكد يرها كثير مننا عنده الصحة والعافية عنده الزوجة الصالحة عنده الأولاد عنده البيت عنده العمل ولكنه لا يرى هذه النعم وهذه الفضائل إذا سألته يشكو ودائما يبكي عن حاله ويلعن هذا الواقع المرير ويبكي على الزمن الجميل حقا ليس هناك زمن جميل وزمن غير جميل نحن الذين نصنع زمنا جميلا أو زمنا بائسا بأفعالنا وتصرفاتنا وقدراتنا ومنطق تفكيرنا للأشياء سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام كلامه عظيم لما قال الذي خلقني فهو يهديم يعني أنشأه من حيث يعلم ولا يعلم خلقه فعلمه بما هي وتكوينه يهديني للطريق المستقيم النهج الفكر السلوك سيدنا إبراهيم في هذه الآية لما قال الذي خلقني فهو يهديم وكأنما صار عجينة طيعة في يد الصانع المبدع هكذا أهل الله أهل الله يقول أنا عجينة طيعة في يد الصانع المبدع الله تعالى يفعل ما يشاء كل ما فعله الله تعالى خير لو اطلعتم على الغيب لعلمتم ما فعل ربكم إلا خيرا الله تعالى يصوغك كيف يشاء قد صورك هو الذي صورك سبحانه جعلك ذكرا أو جعلك أنت جعلك أصمر اللون أو أبيض اللون طويل أو قصير نحيل أو بديم صورك في أي سطن شاء ركبك وطبعا لابد أن تكون مستسلما لكل ما قدره الله لك أي نعم تغير الواقع تسعى إلى الإقلاع في كل حياتك ماديا واقتصاديا واجتماعيا ولكن الأمور المستعصية لابد أن يكون عندك منهج الاستسلام المطلق لله رب العالمين ليس استسلام البكائين استسلم وهو منهزم لا استسلام الأقوياء في طمأننة وراحة وثقة ويقين بالله انظروا لما يقول إبراهيم الخليل وهو يعرف أدات الإلهية والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين هذه الكفالة الاجتماعية المباشرة الحانية هذه الرعاية الربانية الرفيقة الناس يتحدثون عن التأمين الاجتماعي يتحدثون عن الكفالة الاجتماعية يتحدثون عن صندوق التقاعد وصندوق التعوضات لا المؤمن كل هذه الأمور يستعين بها لكن لا ينظر إليها بأنه الكل في الكل هي مجرد وسائل مساعدة ومعينة الذي عنده الكفالة والرعاية التامة هو الله عز وجل والذي هو يطعمني ويسقين أنا ضامن أن غدا سوف أكل أحسن طعام وسوف أشرب أحسن شراب وعندي ضمان ضمان بأن كل أيام عمري يكون فقر تكون أزمة اقتصادية تكون حروب بين البشر تكون وباء يهجم على الناس يوقع اللي يوقع زلزال بركان يوقع الهجوم مخلوقات غريبة رغم كل هذا عند يقين بأن هناك كفالة ورعاية ربانية أن الله سيعطينا كل يوم طعامنا وسيعطينا كل يوم شربنا هذا لا يراه إلا أهل الله الناس ينظرون فقط إلى الأسواق الكبرى والتموين والمسؤولين عن قطاع الري والمسؤولين عن قطاع الفلاحة والزراعة والنظام الغدائي هذا كل ظاهر ولكن فوق هذا الظاهر هناك الباطن الله عز وجل هو الذي يعطي كل شيء ثم الكفالة في المرض وإذا مردت فهو يشفين النس إذا مرد دائما يشعرون بأنهم بأنهم في وضعي صعب وهناك الاتهامة تتوجه إلى قطاع الصحة والمسؤولين كيف غيروا الصحة من الصحة العمومية في مصلحة كل المواطنين وخدمة كل المواطنين خلصا الفقراء صارت خدمة فيها خصوصية وفيها زبونية وفيها مصالح مادية وإذا لم تدفع ستبقى هكذا مريض لن تتلقى العلاج المناسب الناس هكذا يظنون لما إذا فتحنا موضوع عن الصحة في بلدنا أو في أي بلد آخر ستشمعوا كلاما غريبا ونقدا لادعا ولكن أهل الإيمان يظنون بل يعتقدون أن قضية الصحة والمرض هي بيد الله وإذا مردت فهو يشفين ربنا عز وجل قادر على أن يشفيك في لحظة بمشيئته سبحانه وتعالى يمرضك بمشيئته يقويك وفي الحديث لما سأل النبي الكريم ربه قال يا رب المرض ممن قال المرض مني قال والدواء ممن قال الدواء مني قال وما حال الأطباء والمعالجين قال أولئك قوما لا نريد أن نقطع عليهم أرزاقهم فكل شيء ومن عند الله لكن انتباه سيدنا إبراهيم عنده أدب رفيع أدب النبوة لم ينسب المرض إلى ربه وإنما نسبه إلى نفسه لابد أن أي شيء وقع لنا فيه بأس وفيه مدرة لنقل رب فعل بكذا بل دائما نعطي الأمر بأن الله تعالى يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ربنا له أن يتنزه في ملكه وكل ما يفعل فيه خير إلى أن يقول والذي يميتني ثم يحين الإيمان بأن الله يقضي الموت ثم بعده البعث والنشور إلى أن يقول في الختام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين أقصى ما يطمع فيه إبراهيم الخليل وهو نبي ورسول إنه يطمع أن يغفر له الله تعالى خطيئته يوم الدين انظروا إلى مقام العبودية نحن في حياتنا قد يكون بعض الناس عندهم نسبة متواضعة من التدين وعندهم ظاهر في لباسه وهندامه وبعض الكلمات التي يقولها تعطيك انطبع بأنه متدين يظن أنه قد قد صار من أهل الجنة يقينا وهذا أي نعم فيه حصل ظن بالله ولكن لا ينبغي للإذن أن يغتر بنفسه انظروا إلى تواضع إبراهيم الخليل ماذا قال والذي أطمع أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين هل سيدنا إبراهيم عنده خطيئة هل الأنبياء يخطئون طبعا الأنبياء معصوبون من الخطايا ولكن هم يعتبرون أن من خطاياهم الغفلة عن ذكر الله سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في آخر عمره لما نزل عليه من صورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجها فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا استغفره إنه كان توابا أمنا عائشة قالت يا رسول الله لماذا ربنا يقولك استغفره إنه كان توابا يطلب منك الاستغفار والتوبة لماذا هل أنت مخطئ يا محمد يا رسول الله يا خاتم النبيين قال كلا ولكن لعل خطيئتي أنني لم أشكر الله حق شكره أنه لم يشكر رب حق شكره ومن يستطيع بالله عليكم أن يشكر الله حق شكره ونعمه علينا كثيرة ومتعددة هكذا إبراهيم الخليل مدى قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين أقسى ما يتمناه أنه يغفر له ذنوبه وهو لا يبرئ نفسه ويخشى أن تكون له خطيئة فهو لا يعتمد على عمله إياك أن تعتمد على عملك لأن العمل قد تقوب به تصلي تصوم تزكي تحج تعتمر قد يدخلك الرياء فيفسد عليك كل العمل الرياء فقط محق كل العمل وقد تأتيك لحظة شك أو لحظة هذيان وقد يدهب عملك لهذا فسيدنا إبراهيم الخليل عنده هذا الشعور الشعور التقوى والشعور الأدب والتحرج هذا هو الأدب أدب الأنبياء وأدب الأولياء الأولياء يعلمون الناس هذا الأدب سيدنا إبراهيم كان إمام الأنبياء والأولياء بل هو إمام الحنفاء عنده الشعور بالحرج مع الله الشعور بالأدب أنه يستشعر عظمة الخالق ويستشعر إنعامه عليه وإذا نظر إلى عمله رأاه ضئيلا وصغيرا ولا يكاد ينجيه يوم القيامة هكذا سيدنا إبراهيم الخليل يجمع في صفة ربه عناصر العقيدة الصحيحة توحيد الله رب العالمين الإقرار بتصريفه للبشر في أدق الشؤون حية من الأرض ثم البعت والنشور بعد الموت وكل هذه الأمور إنما سوف يستفيد منها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأن قومه كانوا يعبدن أيضا على أصنام وكأن الله تعالى يبين لهم على لسان إبراهيم الخليل حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية ثم نلاحظ أن إبراهيم الخليل سيبدأ في الإنابة إنه أواه الأواه المنيب في دعائه كان يدعو الله في إيمان وخشوع ماذا قال؟ قال ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين دائما إبراهيم الخليل يدعو بإسم الربوبية دعونا الله نقول يا ربي دائما الربوبية الله يحب أن يسمع هذا الكلام من قال يا رب يا رب يا رب يا رب أربعا قال له الله تعالى أي عبدي سلتعطى ربنا يحب كلمة الربوبية والأنبياء يدعون الله تعالى بإسم الربوبية ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين ما مان حكما؟ هل سينا إبراهيم كان يحب أن يصير له حكم وتصير له سلطة وتصير له دولة ويصير له أمر؟ لا المقصود به كما ذكر المفسرون أنه يريد علما وفهما في الدين رب منحني العلم والفهن بالدين رب هب لي حكما يعني يعرف الأحكام الدينية المرضية لله تعالى وألحقني بالصالحين تصوروا أن إبراهيم الخليل إمام الأنبياء والمرسلين بل إمام الحنفاء يقول ألحقني بالصالحين يا للتواضع يا للإشفاق من التقسير يا للخوف من تقلب القلوب تصور الواحد منا قد يفعل عمل ويشعر بأنه فعلا أنه قد جاوز القنطرة وأنه قد كاد أن يصل إلى منتغاه إبراهيم الخليل مع كل هذا يقول وألحقني بالصالحين ربنا سوف يستجيب له لأن في الختمة قال قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين ما منا اجعل لي لسان صدق في الآخرين يعني اجعل من نسلي من نسلي يكون هناك لسان صدق وأكون أنا سمعتي طيبة بين الناس وقد تحقق الدعاء ربنا عز وجل جعل ابن سيدنا إبراهيم هو إسماعيل جعله نبيا بل وجعل إسحاق نبيا فإسماعيل هو أبو العرب وإسحاق هو أبو اليهود اليهود والعرب يجتمعان معا في سيدنا إبراهيم الخليل ولد ولدين إسماعيل وإسحاق وكل منهما أخرج الله من نسله أقوام فمن إسحاق خرج بني إسرائيل العشرات بل المئات من بني إسرائيل ومن إسماعيل أخرج الله من نسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وخير المرسلين لذا قال واجعل لسان صدق في الآخرين ثم قال واجعلني من ورطة جنة النعيم دائما العبد المؤمن يتمنى على الله تعالى أن يكون من ورطة جنة النعيم منتهى ما يتمنى أن يكون هذا الإرث الحقيقي ورطة نتكلم عن الإرث والناس كثيرا ما يتنزعون عن الإرث الأباء لما يتوفون يتركون ممتلكات أراضي ودور ومساكن ومنتجات فلاحية وغيرها تجد الأبناء يتصارعون وتدهب الأخوة وتتفرق الأسرة لماذا؟ لأنهم في صراع من أجل الإرث وهذا حمق وجنون الإرث الحقيقي هو في الدار الآخرة أما هذا مجرد متاع قليل صاحب القلب الطاهر يأخذ متى يسر عن رضا وإذا كان فيه صراع ونزاع يقول حلل عليكم لأن الإرث الحقيقي هو الدار الآخرة واجعلني من ورطة جنة النعيم هذا هو ورطة حقيقي إذا كنت من أصحاب الجنة فأنت الوارد الحقيقي أما في الدنيا فلو دامت لغيرك ما وصلت إليك يام هناك دور ويوم هناك قصور ويوم هناك كراسي حكم مر عليها أجيال وأجيال كل واحد كمارب واحد سنوات معدودات ثم ينتهي ويبدأ الآخر والآخر لو دامت لغيرك ما وصلت إليك فالعاقل ينتبه أن الدنيا لا تسوي عند الله جناح بعوضة ولا داعي لك ندخل في صراع وعراق من أجل نعيمها لأنها أصلا لا تستحق ثم قال في الختام واغفر لأبي إنه كان من الضالين سيدنا إبراهيم كان يبكي على أبيه لأن أباه لم يكن مجرد مشركا بل كان هو الذي يصنع الأصنام ويبيعها إنه كان من الضالين إصفح عن أبي عن شركه لكن فيما بعد لما تبين له أن أباه مشرك وعنده الطابع صار عدو لله فتبرأ منه تبرأ منه لأنه هذا أمر الله عز وجل وختم كلامه فقال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم طلب من الله عز وجل أنه لا يخزه يوم البعث ويوم النشور لأن يوم البعث والنشور سوف يبعث الناس حفاتا عراتا لا أحد مننا سوف يأخذ معه متاع الدنيا إلا عندك شيء أموال ستقسم على الورطة إلا عندك دور وقصور كله ستبقى فوق الأرض إلا عندك صلط وعندك شواهد علمية وشهرة كلها ستصبح في خبر كان لن تأخذ معك ماذا العمل صالح فقط لأننا ندخل للدنيا حفاتا عرات ونخرج من حفات عرات بل حتى العمل الصالح الذي نعتمد عليه قد يصيبه الخزي والوبال إذا دخله شرك أو رياء أو سمعة فقد يتبخر ويتبخر لذا قال ربنا عز وجل ولا تخزيني يوم يبعتون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم المال لن ينفعون الأبناء لن ينفعون الذي ينفعك حتى عملك الصالح قد لا ينفعك حجك وعمرتك وصدقاتك بنيت مسجدا لله أنك تصدقت على الفقراء والمساكين أنك قمت بعمل بطولي كل هذا قد يدخله الرياء لكي يقال بأنك كريم لكي يقال بأنك شجاع لكي يقال بك أنك أبي ويحبط العمل فرأس المال الحقيقي ما هو إلا من أتى الله بقلب سليم يعني أن رأس المال الأهوي هو هو القلب السليم من أراد أن يقوم بالعناية والرعاية لشيء من جسمه فلتفقد قلبه هل قلبك سليم قلبك فيه توحيد الله لا تشرك به شيئا هل قلبك يحب أهل الإيمان واليقين هل قلبك مشفق من عذاب يوم الدين لهذا سوف يواصل ربنا عز وجل هذه الآيات ويقول وأزلفت الجنة للمتقين وكأن ربنا عز وجل سوف يجمع اللحظات وننتقل مباشرة إلى الدار الآخرة لأنها بين زمن إبراهيم وزمن الدار الآخرة ربما آلاف السنين ربما ملايين السنين ربما ملايير السنين لكنها في عرف الله تسوي لحظة لحظة لأن الله خالق الزمان وخالق المكان وربنا يخبرنا ما الذي سوف يقع وكان نراه رأي العين وأزلفت الجنة للمتقين أزلفت أي قربت الله تعالى يقرب الجنة الجنة قد تزينت وتعطرت وتستعد لاستقبال زوارها من هم المتقين المتقون اجتنبون الكفر والمعاصي الذين يقبلون على الله بالطاعة والإيمان وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين برزت أي ظهرت كلت خفية الله سوف يفتح أبوابها وتصبح جلية لمن للغاوين من هم الغاوون الذين يضلون على الهدى هناك أناس غاية في الدنيا أنهم يغوون الآخرين يتجرؤون عن المحارم يقولون بأن الدين هو أكبر كذب في التاريخ الدين هو مجرد إيديولوجيا وهو أفيون الشعوب ويقولنا كلام هكذا الحرية الفرضية تقتضي منك أن تستمتع بالدنيا وبمشاهوتها وملداتها وليس هناك حرام وليس هناك ممنوع وكل ممنوع هو مرغوب أكثر كلام مثل هذا يججعون به الشباب على الوقوع في الرديلة الذين يقومون بمثل هذا الكلام يسمون الغاوون وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون الله تعالى يوبخهم ويقول أين آلهتكم وأين جنودكم تزعمون أنها تشفع لكم اليوم هل ينصرونكم هل يستطعون أن يدفعون عنكم العذاب فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون كبكبوا كبكبوا هذه الكلمة فيها تصوير فني مثل كرة القدم تكوكب يعني أنه أن النار والعياد بالله فيها درج درج ينحدر الأسفل يكبكب يكبكب فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون يجمعون هؤلاء الغاوون يجمعون مع إبليس ومع جنوده هم أصلا يسمون جنود إبليس يجتمعون والعياد بالله فلا يفلت منهم أحد الكل يرمى والعياد بالله نسأل الله السلام والعافية إلى أن قال ربنا عز وجل وهم يتحور في النار حوار أهل النار نستمع إليهم في الجحيم يقولون لآلهتهم من الأصنام والأوتان والأفكار والآن يقولون بعد ثاوات الأوان قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون إنهم يعترفون بخطاياهم يتنازعون في النار ويوبخ بعضهم بعضا يختصمون تصور أن أهل النار بعضهم يأخذ بتلابيب بعض ويقول أنت السبب أنت الذي أغويتني حتى وصلت إلى هذا المقام وسويناكم برب العالمين فما لنا من شافعين يبحثون عن الشفاعة شفاعة الأنبياء والمرسلين إنهم لم يكونوا يعتقدون بأنبياء ولا بمرسلين ولا يعتقدون بعلماء ولا فقهاء ولا صالحين يقول كل هؤلاء تجار دين يرفضونهم فيبحثون من يشفع لهم لا أحد فما لنا من شافعين أي لينقضون من هذا العذاب ولا صديق حميم حتى الأصدقاء كان عندهم لوبيات في الدنيا كان عندهم مجموعة من الصدقات الحميمية الذين يربطونها لعله إذا وقع مكروه يجد من يأخذ بيده انتهى كل شيء لا أحد يشفع لنا ويخلصنا من العذاب ولا تكون بيننا وبينه مودة حقيقية ثم قالوا فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين يتمنون أن الله تعالى يعيد لهم الكرة مرة أخرى رجع إلى الدنيا فنصبر ونكون من المؤمنين ناجين يا رب أعد لنا تجربة أخرى لكن الله تعالى الحياة الدنيا مرة واحدة كل يوم هو كرة وكل نبي هو كرة وكل عالم وداعي هو كرة وكل وعظ هو كرة جديدة الله يكور الليل والنهار ولكن الناس يبقوا في غفلة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين رغم كل هذا لو أن الله أعلى لهم الكرة مرة تانية سيفعلون مثل ما فعلوا في المرة الأولى لأنهم عندهم اخترار بأنفسهم وعجب وكبرياء إلى أن يختم ربنا عز وجل فيقول إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له ولعزيز الرحيم خوصة الكلام أن هذه القصة هي تروى لسيدنا محمد وهو في مكة في قريش تروى له وبينه وبينها آلف السنين لكي تكون عبرة وقدوة لمن أراد أن يعتبر فهذا نبأ للمؤمنين من اتبعه فإن الله تعالى عزيز رحيم وإن ربك الربوبية الله العزيز القادر على الانتقام من المكذبين لكنه الرحيم بعباده المؤمنين فختام هذه القصة ربنا يذكر اسم الربوبية والعز والرحمة وإن ربك له والعز الرحيم نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان ويجعلنا من عباده الراشدين مدين وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر